من ضمن كمان الجرعات المتوفرة من لقاح فيروس كورونا احنا بنتكلم ان احنا 115 مليون جرعة حتى الان خلصنا 53 مليون متبقى عندنا ما يزيد عن 60 مليون جرعة متوفرة بالنسبة للناس اللي ماخدتش اللقاح ممكن دلوقتي انها تقدموا بمنتهى السهولة هتاخد اللقاح في حاملة كمان اسمها معنى الطمن بتجوب الشوارع موجودة في محطة القطار موجودة في المترو عشان حتى الناس اللي لسه ممكن تسجل كمان بالمناسبة فلان اللقاح متوفر وكل انواع اللقاحات الحمد لله متوفر طيب ده معاد موجز لهم الاخبار هتقدمه مننا تفضل ايمن شكرا لك شازلي اتامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز والاخبار من التليفزيون المصري اهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بتطبيق التصميمات الهندسية الغنية والراقية بشبكة الطرق والمحاور المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة لتتسق وتتناغم مع فلسفة العاصمة التي تشير الى بناء الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة وخلال اجتماعه مع مستشار رئيس للتخطيط العمراني اللواء امير سيد احمد وعدد من المسؤولين صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول متابعة الموقف الانشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية كما اطلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي الحالي لمشاءات العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي بإخراج التصميمات الخاصة بداري القرآن ومركز مصر الثقافي الإسلامي على نحو يعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته كما شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الأخرى في العاصمة الإدارية الجديدة لسيما مدينة الخيول العالمية وحديقة الحيوان التي ستضاهي أرقى الحدائق المماثلة على مستوى العالم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية وذلك بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات وخلال اجتماعه مع مستشار الرئيس للتخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد وعدد من المسؤولين صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الحفاظ على البيئة في إطار إدارة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية مضيفا أن الرئيس السيسي اطلع على جهود الدولة في التعامل مع المخلفات الصناعية المختلفة كما تبع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي الراهن لإنشاء مصنع متكامل لإعادة تدوير المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن المصانع والورش بمنطقة الشاء التعبان بطاقة 300 ألف طن يوميا وذلك بهدف تحسين البيئة والحفاظ عليها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المركبات متعددة الاستخدام والتي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بحضور عدد من المسؤولين وذلك في إطار اهتمام الرئيس بمنظومة النقل باستخدام الطاقة النظيفة وصرح متحدث الرئاسة بأن رئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي من اللواء كما وفاء مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة عن إمكانيات تلك المركبات والمجالات التي يمكن الاستفادة منها طبقا للرؤية المستقبلية للدولة كما فقد الرئيس السيسي نموذجا لإحدى المركبات المخصصة للعمل مع داوي الهمم والتي تعمل بالغاز الطبيعي أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات التي بشرتها في واقعة وفاة الفتاة بسانت بكفر الزيات وقد سألت النيابة العامة والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اتنين اخترق هاتف المجني عليها وحصل منه على صورها الشخصية وقام بابتزازها وعلى هذا أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى بيانا لسبب وفاتها كما أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وأخترت بتنفيذ قرارها بالضبط وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة لاستجوا بهما أعلنت وزارة الصحة خروج 821 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 323 ألفا وحالة واحدة وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 769 حالة إيجابية جديدة و19 حالة وفاة أعلنت تحالف العربي عن تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية تابعة لقوات الحوتي في صنعاء وقال التحالف إن الضربات أصفرت عن تدمير ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة في معسكر الفرقة الأولى مدرع وأكد التحالف أن الضربات دمرت أيضا مغزنين للطائرات المسيرة في معسكر بصنعاء مشيرا إلى أن الضربات الجوية تاجأت استجابة لتهديد الطائرات المسيرة من صنعاء ختم مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل